موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية لأبرز التطورات في سوريا والمنطقة ونبدأها بالعناوين في إعلان النادر إسرائيل تتبنى تنفيذ ضربات داخل سوريا وتقول إنها قتلت مسؤولة الاستخبارات في حزب الله موسيقى موسيقى الله أكبر بخلاف الواقع صحيفة الوطن تزعم عبور مدنيين من أبو الزندين باتجاه مناطق سيطرة النظام وتقول إن المعبر سيفتح مرة واحدة أسبوعيا موسيقى مع تمديد المساعدات شمالا الأمم المتحدة تطلق من دمشق استراتيجية للتعافي المبكر وتؤكد استمرارها لأربعة أعوام على كامل الأراضي السورية موسيقى مع أزمة مزوجية الجنسية برلمان النظام يمنح الإذن ملاحقة خمسة من أعضائه قضائيا أحدهم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني موسيقى موسيقى قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله اللبناني في دمشق أذا وفادت وكالة أنباء النظام سانا بأن طائرات حربية إسرائيلية أرغارت على مناطق في محيط سيدة زينب بريف دمشق الجنوبي حيث سمع دوي انفجارات قوية وأشارت إذاعة شام إف إم الموالية للنظام إلى أن القصف السهدف ثلاث نقاط وهي مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجهة ونقلت شبكة صوت العاصمة عن مصادر مقربة من قوات النظام أن الغارات أسفرت عن إصابات في المواقع المستهدفة كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن فرع حمص للهجرة والجوازات توقف مؤقتا عن إصدار الجوازات للسوريين وبدأ بإصدار جوازات لبعض النازحين اللبنانيين من بينهم مزدوجو جنسية يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية ويرتبطون بحزب الله تواطؤ جديد بين النظام السوري وحزب الله لكن هذه المرة بغرض الهرب من المنطقة واللجوء إلى أوروبا بعد اشتداد الضربات الإسرائيلية وتعقبها قياديية وعناصر حزب الله سواء في لبنان أو سوريا ولأجل الهرب من المنطقة يكشف موقع تلفزيون سوريا عن حركة مريبة في فرع الهجرة والجوازات في حمصة حيث توقف الفرع عن إصدار الجوازات للسوريين وبدأ بإصدار جوازات لبعض النازحين اللبنانيين من عائلات قياديين في الصفوف الأولى لحزب الله اللبنانية هذه العملية أبطالها دائرة ضيقة من بعض ضباط الفرع بإشراف العقيد حسن معروف والذي تم ندبه قبل نحو شهر من فرع الهجرة والجوازات بطرطوس حيث تم تخصيص مكتب خاص لذلك بدأ عمله بإصدار الجوازات منذ نحو شهرين هذه الحركة المريبة وفق موقع تلفزيون سوريا تترافق مع نشاط كبير من قبل المواطنين اللبنانيين للحصول على فيزا من السفارة الصربية في دمشق بهدف السفر بشكل رسمي إلى صربيا ومن ثم الدخول تهريبا إلى الاتحاد الأوروبي والتقدم بعدها بطلب لجوء بجواز سفر سوري اتباع هذا الأسلوب سببه في المقام الأول السمعة السيئة لحزب الله في أوروبا وخاصة في ألمانيا التي وضعته على قوائم المنظمات الإرهابية وحضرت أنشطته منذ عام 2020 مخاطر ذلك لا تقف عند حد الحصول على فرصة لجوء ببيانات مزورة وفق منظمات تعنى باللاجئين بل يمكن أن تمتد إلى الأنشطة التي ربما ينخرط بها الواصلون الجدد من تجارة مخدرات وجريمة منظمة ضمن مجموعات تعمل لصالح حزب الله ما يلقي بظلاله على اللاجئين السوريين الذين هجرهم النظام السوري والحزب نفسه منع النظام السوري أصحاب المنازل في حي المزة 86 بالعاصمة دمشق من تاجيرها للبنانيين ذلك عبر توجيهات أمنية نقلها أصحاب المكاتب العقارية وبحسب مصادر دموقع تلفزيون سوريا فإن السبب خشية تعرض حي 86 في المزة القريب من القصر الجمهوري إلى القصف الإسرائيلي وذكر صاحب مكتب عقاري أنهم تلقوا توجيهات أمنية لمنع تأجير اللاجئين اللبنانيين في 86 بذريعة المخاوف الأمنية مشيرا إلى أن هناك بعض السكان كانوا ينتظرون تأجير منازلهم بعد موجات النزوح اللبناني طلبت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري دول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وفي بيان لها دانت خارجية النظام الغارة الإسرائيلية أمس على سيدة زينب وقالت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبين بالتحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومسألة مرتكبيه عن جرائمهم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إسرائيل ستقوم بقطع أنابيب الأكسجين التابع لحزب الله من إيران عبر سوريا بدورها ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن هناك محاولات إماراتية أردنية لإقناع الأسد بالتخلي عن إيران مقابل إغراءات مادية للنظام قطع أنابيب الأكسجين عن حزب الله هدف جديد يعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قائلا إن إسرائيل ستقوم بقطع خطوط الإمداد لحزب الله المارة عبر سوريا تصريحات نتنياهو جاءت خلال زيارته الحدود الشمالية مع لبنان حيث أشار إلى أن مفتاح إعادة سكان الشمال هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ومنع إعادة تسليحه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن مفتاح عودة السلام والأمن إلى الشمال ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وضرب أي محاولة من جانبه لإعادة التسلح وثالثا الرد بقوة على أي عمل ضدنا التحرك الإسرائيلي في سوريا دخل في الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة بعد حربي غزة ولبنان عبر عمليات إنزال جوي وتحركات محدودة داخل الأراضي السورية على حدود الجولان وكان آخرها ما تم الإعلان عنه عبر اعتقال سوريا بريف القنيطرة اتهمته إسرائيل بالتعامل مع إيران فضلا عن قصف وعمليات اختيال في مناطق سورية مختلفة أسفرت عن مقتل قيادات إيرانية وأخرى في حزب الله إضافة إلى استهداف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان ضمن خطة لحصار حزب الله عسكرية التحرك العسكري تقابله على ما يبدو ضغوط سياسية على النظام السوري صحيفة الأخبار اللبنانية تتحدث عن محاولات عربية تقودها الإمارات والأردن لإقناع الأسد بالتخلي عن إيران وحزب الله وإنهاء وجودهما في سوريا مقابل إغراءات مادية تقدم للنظام السوري وبحسب الصحيفة فإن أبو ظبي وعمان طلبتا مهلة لتحقيق ذلك وهنا التساؤل ماذا لو لم يتحقق ذلك وكيف يمكن لإسرائيل أن تقطع أنابيب الأكسجين التي تتحدث عنها في سوريا منذ عودة عدد من العائلات السورية النازحة إلى لبنان منذ سنوات إلى مناطق شمال غربي سوريا والعديد منهم يواجه تحديات مختلفة منهم من عاد إلى منزله لكنه لا يملك عملا ومنهم من ينتظر خروج المقيمين في منزله لتبدأ رحلة البحث عن العمل وأسعونا للبحث عن الاستقرار من جديد أسابيع مرت على عودة العائلات النازحة من لبنان بفعل الحرب إلى عفرين الذي عاد لمنزله في قريته كان الأوفر حظا لكن التأقلم مع واقعه الجديد والبحث مجددا عن الاستقرار تحدي يواجهونه مع غياب فرص العمل المناسبة كنت في لبنان بصيدة صلنا شيء عشر تيام رجعين وهنيك أدس أدس صلك في لبنان خلقت هناك خلقت هناك مش عن هيك اللهجة شوي قريب مزبوط قريب من لبنان كيف كانت حياتك هنا كنت دروس كنت تشتغيل درست للصف الرابع وكملت مسير تحليقة اشتغلت تحليقة وهلأ بعد ما رجعتوا لهون وين رجعتوا وين رح تعيشوا وين رح تسكنوا وشو رح تشتغيل هلأ هون سكننا ببيتنا الله يعطينا عافية عطونا بيتنا سكننا ببيتنا ومتشوف نشتغل لا نشوف لا نخلص البيت صر لك يعني أنت والدان بلبنان فكيف شفت هون الوضع شو الصعوبات اللي حاسس انه رح تواجهها هون هلأ صعوبات كشغل بس بس كاجوة ضياة حلوة بعد ما تخلص الحرب باللبنان تفكر ترجع لهنيك ولا بدأت تستغرهم لا نستغرهم بالضياة عدد من العائلات عادوا لقرائهم لكنهم ينتظرون خروج العائلات المهجرة التي تقيم في بيوتهم والذين يبحثون في وقت قصير عن بديل للسكن بنفس القرى أو خارجها ليعود صاحب البيت إلى بيته صار لي إذا عشتني بيدي عن داتي جينا رحبوا بينا طب بجيتك لهون انت يعني جيت معك غراض معك حاجيات ولا كيف وصلت بهون لا لا ما جبت شي بس هدوب بس هدوب الولاد جبتون أكثر من هدوب الولاد نص صنع يمكن تظلوا وراي فيه فيك رح ترجع توقف على رجليك تيك فرح ترجع تأسس حالك من جديد فيه عنا الرجل بنشتغل فيه بنأكل منه القوى العسكرية الموجودة في قرى عفرين تقول أنها تقدم التسهيلات الممكنة لعودة النازحين من لبنان إلى قرىهم مع تخوفهم في حال كانت الأعداد كبيرة من عدم قدرتهم على المساعدة على حساب النازحين من مناطق سوريا إلى عفرين الأمر الذي يتطلب حسب قولهم مزيدا من الدعم لبناء مساكن بديلة وعدم خلق أزمة جديدة من مناطق حرب مشتعلة إلى مناطق لم تنسلخ عنها صفة الحرب بعد رحلة يجبر فيها السوريون في كل مرة على ترك حالة الاستقرار النسبي الذي تعايش معه والبحث مجددا وهذه المرة من مناطقهم عن الأمان والاستقرار هادي طاطين تلفزيون سوريا منطقة عفرين ريف حلب الشمالي أفد مراسلنا أن مجموعة مسلحة هاجمت ليلا قرية حران غربية السويداء وأطلقت النار عشوائيا ما دفع الأهالي إلى الرد بالمثل وضف أن إطلاق النار السمر لنحو نصف ساعة دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية مشيرا إلى أن الأهالي رجحوا أن يكون المهاجمون ينتمون إلى عصابة سقر البيدر المتهم بأعمال خطف وتجارة مخدرات والذي احتجزته حركة رجال الكرامة قبل أيام فككت حركة رجال الكرامة بالتعاون مع الفعاليات الأهلية في السويداء شبكة لترويج المخدرات والعملة المزورة ونشرت الحركة مقطع فيديو يظهر أصنافا من المخدرات بما في ذلك الحشيش والكيبتاجون والكريستال ميس بالإضافة إلى كميات من العملة المزورة في أتمئة دولار وسيارة مسروقة وقالت الحركة إنها تحركت بتفويض من وجهاء وفعاليات مدينة شهبة وستسلم أفراد الشبكة للضابط العدلية لإحالتهم إلى القضاء ذكر موقع أحرار حوران أن فصائل محلية في مدينة نوا بريف درع الغربي شكلت قوة مشتركة لضبط الأمن وحماية المدنيين ونقل التجمع عن مصدر من القوة الجديدة قوله إنه تم خلال الاجتماع انتخاب عدد من الأشخاص لقيادة هذه القوة المشتركة سيتولون اتخاذ القرارات الأمنية مشيرا إلى أن الهيكل الجديد يضم جميع الفصائل المحلية في المنطقة وشار المصدر إلى أن القوة المشتركة أصدرت عدة قرارات أبرزها منع ارتداء اللسام للمدنيين والعسكريين على حد سواء مع التهديد باتخاذ إجراءات مباشرة بحق من يخالف هذا القرار وجاء ضمن القرارات منع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية سواء في الأفراح أو الأحزان تحت طائلة المسؤولية القانونية انضم لنا العميد أسعد الزعبي محلل عسكري من الرياض عميد أسعد فيما يتعلق بتشكيل قوة مشتركة لضبط الأمن وحماية المدنيين ما طبيعة ومهام هذه القوة ولماذا تم تشكيلها الآن السلام خير لك والسيد المشاهدين أولا وقبل كل شيء حقيقة هذا المقترح عمره أكثر من ثلاث سنوات وربما أكثر ثلاث سنوات ونيف بعد أن ظهرت أو بانت خدعة النظام وروسيا حول اتفاق ما سمي بتشكيل اللواء الثامن واللجنة المركزية في درعا الذي كان من المفترض حسب بلود الاتفاق من المفترض أن يتولوا إلى حد ما تثبيت الأمن والاستقرار وابتالي منح حالات الخطف والعبات الناسفة والقتل والثارات إلى آخرين لكن تبين أن ما أولا كانوا أدوات حقيقة في إثارة النعرات وكذلك في عملية الخطف وحتى أيضا بعمليات تهريب المخدرات لذلك كان لابد حقيقة من تنفيذ إجراءات محلية على صعيد كل المدن خاصة الكبرى نوى وجاسم وإنخل والإحراك وصيدة وداعل هذه مدن حقيقية كبيرة فيها يعني كل تعداد مدينة لا يقل عن خمسين إلى ستين ألف تكثر فيها حالات الثار تكثر فيها حالات القتل والخطف مقابل فديات وعصابات بدأت تتشكل في هذا الصدد منها ما هو تابع مباشرة لهذه اللجانة التي تشكلت تشكلت كاللواء الثامن أو اللجة مركزية ومنها من يتبع مباشرة لرئيس فرع الأمن العسكري لأي العلي الذي كان يشكل مجموعات داعشية أول تشكيل هذه المجموعات أول هدف كان حقيقة القضاء على كل المجموعات الداعشية الذين كانوا مدعومين من النظام ويتنقلوا حسب النظام ويتم تسليحهم وإمدادهم من النظام من فرع الأمن العسكري حتى في أن آخر معركة جرت في جاسم قام أبناء جاسم حقيقة بقوتهم وصلابتهم وما يتوفر لديهم من أسلحة استطاعوا القضاء على كل تنظيم داعش في المنطقة وهذا اعترضت في الولايات المتحدة أمريكية بقتل رئيس زعيم داعش في حوران في مدينة جاسم إذن بعد أن تخلصوا من هذه العصابات التي تسمى عصابات داعش والتي كانت مدعومة من النظام بدأوا يعني يتجون بتجاهة استقرار أو تحويل الحالة إلى استقرار سكاني بمعنى المواطن يعني لا يستطيع أن نخرج ليلا لا يستطيع أن نخرج إلى عمله إلى فلاحته حتى إلى أن إذن أو الأطفال الطلاب مدارس طالبات مدارس فلابد إذن من حقيقة من اعتماد على الذات اعتماد على مجموعات محلية من أبناء المنطقة ولذلك كان لابن من اتخاذ القرار وهذا قرار سابقا أعتقد هناك كانت مجموعات غرب درعة ومجموعات شرق درعة ومجموعات منطقة الجدور نعم لكن من سيؤمن الحماية والغطاء لهذه القوات تمام يعني أول هدف من هذه الأهداف في إظهار من هو حقيقة من يقوم بعمليات الخطف وأعتقد أن هناك قبل الشهرين أجمع كل وجهاء وشيوخ ومثقفين حورا على أن من يقوم بهذه العمليات بالخطف والاعتقال والاغتيال والسرقات والسلب هؤلاء جميعا هم مجموعة إما مباشرة من عناصر النظام بمعنى فرع من الدولة وفرع من السياسي والأمن الجنائي وكذلك أيضا العسكري والأمن الجوي أو حتى مجموعات كانت ترتبط فيهم أو تعمل لصالحهم خاصة في قضايا الفدية لذلك يعني إذن عندما نكشف أولا من هو الفاعل يكفي أنه نكشفه في تستطيع عملية يعني معالج هذا الفاعل أو تصدي لهذا الفاعل أصرحت عملية سهلة ولذلك هؤلاء حقيقة يعتمدون على قوتهم المحلية على إمكانياتهم الذاتية لا ينتمون لأي جهة ولا يتعانون مع الدولة ولا حتى لديهم إمداد من أي جهة أخرى أطلاقا هؤلاء يعتمدون على إمكانياتهم الذاتية والمحلية وهناك من يستطيع أن يودهم يعني ضمن رجال الأعمال الذين يعملون ضمن المنطقة يعني هناك لدينا لا شك أن هناك عمال ميسورين أو موظفين ميسورين أو حتى من له في الخارج يعني يدعمهم أبناءه أو أقرباءه وبالتالي يستطيعوا إمداد هذه القوة التي لا تحتاج إلى شيء بسيط فقط ربما نوع من الكاميرات المراقبة نوع من الأجهزة الانتصال نوع من الأسلحة الفردية الخفيفة التي يستطعون بها إلى حد ما إن لم يستطعوا القضاء كليا على هذه الظوائر التي أوجدها هذا النظام على الأقل يستطعون أن يحدهم من عمليات الخطف خاصة كل عملية الخطف كانت تؤدي حقيقة إلى نوع من الفتنة نوع إلى مأساة في كل قرية والأهم من ذلك حقيقة عندما اندرج ضمن هذه الأهداف وهي قضية منع طلق النار في الأعراس والاحتفالات هذه أيضا مهمة كثيرا هناك من يستغل الأعراس من أجل أن يقوم بعمل الثاف في قتل شخص أو إثارة فتنة في هذه العراس ولذلك حقيقة انتخاذ هذا القرار ومن ثمنها أهداف أو منع إطلاق النار منع التسلح هل قد تصل مهام هذه القوة إلى الاستضام بقوى الأمن التابعة للنظام؟ بالتأكيد هناك كثير من استضامات حصلت وهناك كثير حتى من الحقاق التي ربما النظام رفض أنكر ما يقوم به من أعمال سلب ونهب وسرقات واغتيال أنكر النظام لكن هناك وثاق وحقاق وصور وفيديوهات وضعت في عينيه وأمام عينيه أنك أنت من تقوم بهذه الأعمال لذلك تم الاستضامة في أكثر من موقع اليوم عندما نسمع أن هناك ربما هجوم على حاجز هذا الحاجز لن يكون هجوم عليه إلا أن هذا الحاجز يقوم بعملية تشريح الناس أتاوات أو فرض ضرائب أو منع الناس محركة أو الاعتداء حتى على الحرائر وبالتالي إذن كثير من الاستضامات حصلت وكثير ستحصل في الأيام القادمة لأن أسباب هذه الإجراءات التعسفية القادرة التي يقوم بها النظام هم عناصر النظام أو من يعملون ضمن سلك النظام ضمن قومي ولذلك ستحصل كثير حقيقة من عملات الاستضامة بينهم وبين النظام كما حصلها سابقا ولكن في النهاية ربما يقومون بهذا العمل يستطيعون تخليف إلى حد ما إلى الحد الأدنى من قضية الفلتان الأمني من قضية تعرض حاجات الناس أو تعرض الناس بحديثاتهم في كل مكان شكرا لك العميد أسعد الزعبي محل العسكري كنت معنا من الرياض شكرا لكم حياكم قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي بينهم ثمانية أطفال وسيدة وثقت في تشرين الأول 2024 وأشرت الشبكة في تقرير لها إلى أن النظام السوري اعتقل 17 شخصا من المعادنة قصريا من لبنان أوضح التقرير أن الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القصري ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها أضاف التقرير أن النظام شرعنا جريمة التعذيب رغم أن الدستور وقانون العقوبات يحضران التعذيب والاعتقال التعسفي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تنفيذها 95 عملية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق خلال آخر ستين يوما وأكدت أن الضغط المستمر على قادة التنظيم قلل من قدرتهم على العمل والتخطيط لأي هجمات أضافت القيادة في بيانها بأن العمليات أسفرت عن مقتل 163 عنصرا من التنظيم واعتقال 33 آخرين بما في ذلك أكثر من 30 من قادة في التنظيم ضمن مستويات عليا ومتوسطة وأشارت الإدارة إلى أنها نفذت عملياتها بالتعاون مع قوات الأمن في العراق وسوريا بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا زعمت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن عددا كبيرا من المسافرين والشاحنات اجتازوا معبر أبو الزندين أمس من مناطق سيطرة المعارضة نحو ريف حلب ودعت الصحيفة أن افتتاح معبر أبو الزندين تم من طرف واحد فقط من الطرف الذي تسيطر عليه المعارضة السورية أضافت أن تركيا طالبت بافتتاح المعبر مرة واحدة أسبوعيا على أن تتولى حمايته الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة ما تزال الحالة الضبابية تخيم على المشهد هنا في معبر أبو الزندين في ريف حلب الشرقي على خلفية الأحداث المتسارعة التي شهدها المعبر مؤخرا يوم أمس الأثنين تجمع عدد من السوريين الراغبين بالتوجه باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام هنا في معبر أبو الزندين من طرف سيطرة الجيش الوطني أيضا وردتنا أنباء أن عدد من السوريين أيضا تجمعوا في آخر نقطة تسيطر عليها قوات النظام من طرف معبر أبو الزندين راغبين بالدخول باتجاه مناطق شمال غربي سوريا ولكن هذه المعلومة لن نستطيع تأكد من صحتها حتى هذه اللحظة بحسب مصدر في الشرطة العسكرية أن البدء الفعلي لعمل المعبر كان مرتبط بمبادرة قوات النظام بإرسال أول قافلة باتجاه هذه المنطقة ولكن هذا الأمر الذي لم يتم بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدها المعبر تعرض المعبر يوم أمس لقصف بخمسة قذائف لم يعرف مصدرها حتى الآن أسفرت عن إصابة عامل في المجال الإنساني لم تتوقف الأحداث عند هذا الحد قطع الطريق الواصل باتجاه معبر أبو الزندين وهو طريق إنفور الدولي بشكل كامل قبل المتظاهرين المعتصمين منذ أكثر من شهرين في هذه المنطقة رفضاً لإفتتاح المعبر مع قوات النظام يقول المتظاهرون هنا أن إفتتاح المعبر من البوابة الإنسانية هي أولى خطوات التطبيع مع قوات النظام وهذا الأمر الذي يرفضوه رفضاً قاطعاً وهذا الأمر الذي دفعهم للاعتصام والاحتجاج في هذا المكان وقطع الطريق أمام كل من يريد إفتتاح المعبر والتطبيع مع قوات النظام هذا المعبر شهد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة حديث كبير عن افتتاحه سواء في أمام البوابة التجارية كبوابة تجارية وحتى مؤخرا كبوابة إنسانية عندما أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة أن معبر أبو الزندين سيكون معبر إنساني مدينا عن معبر عون أدادات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في تلك المنطقة سواء القادمين من جنوب لبنان أو حتى من مختلف المحافظات السورية من قبل قوات قصد هذا المعبر حتى هذه اللحظة وضعه الراهن هو مغلق من قبل المحتجين ولا يوجد أي أحد من الأشخاص الراغبين بتوجه باتجاه مناطق سيطرة النظام أو حتى من السوريين الراغبين بالدخول باتجاه شمال غربي سوريا قد دخل باتجاه هذه المنطقة أو خرج حتى منها المعبر على وضعها الحالي مغلق من قبل المتظاهرين حتى إعلان بحسب ما قالوا حتى إعلان الحكومة السورية المؤقتة أن المعبر مغلق بشكل كامل همام الزين تلفزيون سوريا من على طريق انفور الدولي في مدينة الباب انضم لنا همام الزين من مدينة الباب همام ما الوضع الآن في معبر أبو زندين همام هل تسمعوني ابدو أن هناك خلل في وصول الصوت من مدينة الباب سنعمل على حل هذه الاشكالية ربما إذن مشاهدين قصفت قوات النظام السوري اليوم عدة مناطق في شمال غربي سوريا حيث اقتصرت الأضرار على الماديات وقالت مصادر محلية إن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف أطراف بلدتي معارة النعسان والنيرب شرقية إدلب كما استهدفت طائرات مسيرة انتحارية أطراف قريتي السان ومجدلية في الريف ذاته بينما طال قصف آخر بالمدفعية محيط قرية العنكاوي بريف حمى الشمالي أصدر مكتب الأوتش تقريرا يؤكد فيه إعلان منسق شون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى إطلاق صدوق التعافي المبكر من العاصمة السورية دمشق لمدة أربع سنوات بقرار مفاجئ تعتمد الأمم المتحدة إطلاق صدوق التعافي المبكر لسوريا من العاصمة دمشق مركز سيطرة قوات النظام السوري بعد أشهر طوال من التنبؤات والتصريحات الأممية ببعاد إدارته عن دائرة الاستغلال واعتماده في دولة محايدة مكتب الأوتش للشؤون الإنسانية أصدر تقريرا يفيد بأن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى أعلن ضمن مؤتمر صحفي في دمشق إطلاق الصندوق لمدة أربعة سنوات شاملا أربعة قطاعات هي الصحة والغذاء والتعليم والكهرباء وأشار إلى أن الاستراتيجية المتبعة تضمن غصول الدعم إلى كامل الأراضي السورية في إطار متوسط الأجل بمدة زمنية طويلة وهذا قد يكون بعيدا عن الواقع أمام سياسة النظام السوري في إدارة المساعدات وتقارير المنظمات الحقوقية لعمليات سرقة كبيرة لمستحقات النازحين من قبله بيان الأوتش الأخير أكد أن الإعلان جاء بعد أشهر من عمل منظومة الأوتش أمم المتحدة ضمن خطة لمعالجة الأزمة الإنسانية وسد نقص الاحتياجات لنحو 17 مليون شخص في سوريا من دون التطرق إلى آلية إيصال المساعدات إلى مستحقيها وخاصة في مناطق السيطرة الأخرى أي في شمال غربي سوريا والتي قد لا يصل إليها إلا جزء يسير خاصة في حال اندلاع أي مواجهات بين النظام وفصائل المعارضة فضلا عن تحول الملف الإنساني إلى ورقة ضغط سياسي بدأت تظهر ملامحها منذ بداية العام الفائت مع تفويض النظام السوري بإدخال المساعدات عبر باب الهوى وخطوط التماس التي لم تتكلل بالنجاح لكن يبدو أن آلية الصندوق المعتمدة تنسف كل الجهود لتحييد سلة الإغاثة عن أدوات الحرب وقد في حكومة نظام اعترافات دولية لمنظمات ومؤسسات تديرها شخصيات ساهمت في قتل السوريين بشكل أو بآخر العودة إلى الوضع في معبر أبو زنديني يعود لنا همام الزين مراسل تلفزيون سوريا من مدينة الباب همام بالحديث عن الوضع هناك ما طبيعة أهل هناك حركة في المعبر أم لا؟ نعم وجيه المعبر عاد لوضعها الراهن قبل أسابيع وأشهر من الآن المعبر فارغ بشكل كامل من أي شخص يريد الدخول عبر هذا المعبر باتجاه مناطق سيطرة النظام والعكس صحيح أي شخص يريد الدخول باتجاه مناطق شمال غربي سوريا عبر معبر أبو زندين أيضا غير موجود أي أحد في تلك المنطقة المتواجد فقط في تلك المنطقة هم المتظاهرون وأيضا جهدات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة والأمن العب طبعا ما جرى يوم أمس كانت أحداث متتارعة نوعا ما وجيه بداية بدأ بالتوافد عدد من السوريين الراغمين بالتوجه في اتجاه مناطق سيطرة النظام وأيضا وردتنا أنباء أن هناك عدد من السوريين متواجدين في آخر نقطة لسيطرة قوات النظام يرغبون بالدخول إلى شمال غربي سوريا وكان من المفترض أن يبادر النظام بإرسال أول قافلة حتى يبدأ العمل الفعل في المعبر بشكل عام طبعا ما جرى أن المعبر تعرض بالقصف بخمس قذائف لم يعرف مصدرها حتى الآن أتفلت هذه القذائف عن إصابة عامل إنساني وهو يعمل في هيئة الإغاثة الإنسانية IYD على خلفية ما جرى أيضا شهد المعبر وجيه احتجاجات قبل المحتجين المعتصمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في محيط المعبر بسبب الابتتاح هم يقولون أن ابتتاح المعبر من البوابة الإنسانية أو البوابة التجارية هو أولى خطوات التطبيع وهذا الأمر الذي يدفعهم للاستمرار في اعتصامهم وقطع الطريق كان بالتواتر الترابية وتواجد خيمة الاعتصام بطبيعة الأحوال في تلك المنطقة عندما أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن اتتاح المعبر قبل ثلاث أشهر من الآن كمعبر تجاري في تلك المنطقة طبعا ما يجري الآن هو على وضعه الراهن في المعبر على وضعه الراهن كما هو الحال قبل أشهر من الآن ولكن الحديث الذي جرى من قبل وزارة الدفاع هو الذي غير الوضع في الفترة الأخيرة وهو أن المعبر سيكون بوابة إنسانية لعبور المدنيين القادمين من جنوب لبنان وحتى من مختلف المحافظات السورية للاستغناء عن معبر عون الأدادات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في تلك المنطقة من قبل قوات قصد بحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشر قبل أسبوعين من الآن طبعا حتى هذه اللحظة لم يضطر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة المؤقتة أو وزارة الدفاع للتعليق على ما جرى يوم أمس سواء من الاحتجاجات أو حتى من القصف الذي طال المعبر ولكن التصريح الوحيد الذي صدره هو عن المتظاهرين المتواجدين في تلك المنطقة أنهم مستمرون باعتصامهم حتى يضطر قرار نهائي من الحكومة السورية المؤقتة يقضي بإغلاق المعبر بشكل كامل شكرا لكم مامزين مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من مدينة الباب قال فريق منسق استجابة سوريا أنه تم اعتماد التفويض الثامن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبري باب السلامة ومعبر الراعي لثلاثة أشهر حتى شباط 2025 وقال الفريق في بيان أن أكثر من ألف شاحنة مساعدات دخلت من المعبرين منذ بداية التفويض في شباط 2023 في حين دخلت 15 شاحنة مساعدات فقط من المعبرين في التفويض السابع وأكد الفريق على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دون توقف وفق برلمان النظام السوري على السماح بملاحقة النائبين أيهم جريكوس ومدلول العزيز قضائيا في خطوة تأتي بالتوازي مع سلسلة من قرارات إسقاط عضوية لنواب آخرين بدعوى حصولهم على جنسية ثانية أقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن المجلس سمح بالملاحقة القضائية ويتيح بذلك المجال أمام القضاء للتحقيق مع جريكوس العزيز مع إمكانية عودة الحصانة في حال عدم ثبوت التهم الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس هي وقاية لهم من أي تأثير يعيق مهامهم الدستورية والقانونية هي ليست امتيازا أو استثناء الشخص مهم ولكن بعد النظام فالمؤسسات تبنى على الأنظمة لا على الأشخاص هكذا بدأ بشار الأسد حقبة كسابقاتها من الأدوار التشريعية لمجلس الشعب لكن هذا الدور حمل مفاجآت أو تصفيات كان آخرها الدكتور والكابتن للمرة الخامسة منذ بدء الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب يصوت المجلس على منح إذن بالملاحقة القضائية بحق عضوين من أعضائه هما مدلول العزيز وأيهم جريكوس لينضم إلى ثلاثة قبلهما هم خالد سبيدي ومجاهد إسماعيل وراسم المصري ولتكون اللاذقية صاحبة الرقم القياسي في ملاحقة ممثلها بثلاثة من أصل خمسة هذه القرارات المتتالية تزامنت مع إلزام القيادة المركزية لحزب البعث أعضاء الحزب بالتصويت بالإجماع بالموافقة عليها تحت قبة البرلمان خوفا من أن ينسوا أنفسهم ويظن ولولحظة أن الحزب غافل عنهم وهو الذي منع سلفهم قبل ذلك من الترشح للاستئناس بتهمة عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم القائدي والتنظيمي والسياسي منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق العضوين الجريكوس والعزيز للمرة الثانية إذ سبق أن صوت المجلس برفع الحصانة عنهما قبل الانتخابات الأخيرة بتهم تتعلق بالفساد وهدر المال العام لكن الحزب أصر على ترشحهما رغم قضايا التهريب والفساد والاختلاسات التي وجهت إلى كل منهما مع إشارة المجلس إلى أن الإذن بالملاحقة يمكن أن يلغى إذا لم يثبت بحقهما شيء مدلول العزيز أو الكابتن أبو ذباح ركب موجة المصالحات وأسس وتزعم ميليشيا وهو رئيس نادي الفتوة الرياضي وسيطر على حاجز حمل لقبه متورط بقضايا تهريب ممنوعات تقدر قيمتها بـ 16 مليار ليرة سورية لكن كل هذا كان غير مهم بنظر المجلس لكن ما يشتهر به أبو ذباح هو علاقته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني ودعمه لمشاريع تساعد على توسيع نشاط الحرس في دير الزور أما أيها مجريكوس أحد ممثل اللاذقية وعلى رغم دراسته للطب فإنه أسس ميليشيا في سلمفا للقتال إلى جانب الأسد وترأس لجان الدفاع الوطني فيها ولم تمنعه الاتهامات بهدر المال العام والاختلاس من أن يكون أقدم أعضاء المجلس افتتحت منظمة دينيز فنيري قرية جاكسو 2 في ريف إدلب لمتضرري الزلزال وضمت القرية 500 شقة سكنية وكل شقة تحتوي ثلاث غرف ومنافع وفتحة سماوية كما تم بناء مسجد وحضر الافتتاح أعضاء فريق جاكسو القادمون من بريطانيا وعدد من الأهالي الذين تم تسليمهم المنازل نحن الحين واقفين في هذا مشروع مشروع جاكسو تم بناء 500 بيت والمسجد أمامكم الحمد لله تكبير تكبير الله أكبر نحن الآن متواجدين في غرية جاكسو 2 قربة محافظة إدلب من أجل افتتاح 500 منزل بالإضافة لمسجد وإن شاء الله بالأيام المقبلة الغريبة مستشفى ومن ثم مدرسة من الهدف من هذه الغرية هو إيواء العوائل المتضررة من الزلزال والمحتاجة وإنشاء غرية متكاملة الخدمات إن شاء الله عدد البيوت السكنية 500 منزل كل منزل يحوي على ثلاث قرف مساحة الغرفة ثلاث ونص بثلاث أمتار وفي أربعة وثلاثة كان الهدف من قرية جاكسو هو إنشاء خمسمائة منزل للعائلات المتضررة من الزلزال لتوفير مساكن جديدة لهم لأننا رأينا الدمار الذي سببه الزلزال في عام 2023 الرسالة من هذه المنازل وما نأمل تحقيقه بعد ذلك هو تذكير لإخوتنا وأخواتنا السوريين بأن جاكسو هنا لا نزال نتذكركم ونتذكر القضايا التي واجهتموها إن شاء الله سنواصل دعمكم بأي طريقة ممكنة لتحقيق المنازل وتوفير حياة أفضل وخلق سوريا أفضل وأكثر سلاما الحمد لله تقوينا بحوش ما حدا بطالعنا مننا ما حدا بأننا اطلعوا ما حدا بأننا روحوا ما حدا بدق علينا هاتو الأجول يا الحمد لله رب العالمين أمنيت اللي أكبر نرجع بلادنا يا رب جهل أيام الفضلة نرجع حلب يا رب هلقانا كنت سيكن في خيمة عشوائية حوالي مدينة أدلب والحمد لله رب العالمين طلع اللي بيت هون وفرق كبير بينتين يعني الخيمة عبارة عن شي لا شوب بيحميك ولا برد هاي النقطة والنقطة تانية يعني هاي بيوت مؤقتة يعني يعني منتمنى نحنا نرجع بلادنا هاي قولان واحدا صراحة يعني نظم مركز حرمون للدراسات ندوة بعنوان علاقة تنظيم الدولة مع المجتمعات المحلية الوقوف على دراسة أجراها المركز حول علاقة التنظيم بالمجتمعات المحتضنة وخلصت الدراسة إلى مجموعة النتائج أهمها أن التنظيم فرض سيطرته من خلال المؤسسات عبر العنف وأن التنظيم لم يترك أثرا عقائديا أو ثقافيا على المجتمعات التي سيطر عليها كيف كان يفرض سيطرته على المجتمع المحلي؟ من أهم الاستنتاجات أن سياسة التنظيم وسيطرته على المنطقة كان التنظيم دائما يستغل الفوضى الموجودة ورغبة الناس بوجود هيئة مركزية أو إدارة مركزية في المنطقة هذه النقطة الأساسية التي دخل من خلالها التنظيم كذلك التنظيم فرض سيطرته من خلال العنف نقطة أساسية حاولنا من خلالها قياس الأثر وهي موضوع كان التنظيم يفرض تشدد عليه في هذه المسألة وهو موضوع تعليم الإناث هل الناس مثلا بعد أن تخرج التنظيم من المنطقة لم يعودوا يرسلوا بناتهم للتعليم؟ لا وجدنا هي نسبة طبيعية موجودة لكن بعض الناس لا ترسل نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية وغيرها فأثر التنظيم هو أثر محدود جدا المجتمع المحلي نعم خضع لسيطرة التنظيم لكن لم يغير كثير من معتقداته ومبادئه وعاداته ورقة ذهبت نحو الناس أنفسهم الذي كانوا بواجه التنظيم أو بعامل منه أو تعامل معه أنا أعتقد أن الورقة البحثية أهميتها هي كونها اهتمت بالبعد المحلي للتنظيم بينما غالب الدراسات حول التنظيم اهتمت ببعد مكافحة الإرهاب أو البعد الأمنية والعسكري للتنظيم العابر للمحليات بينما كانت أصوات السكان المحليين مهمشة وغير مرئية لذلك أعتقد أنه المهم دراسة تجربة المجتمعات المحلية مع التنظيم سواء في مواجهته أو في المعاناة تحت حكمه أو فيه كيفية التعامل معه وهذا له الكثير من دروس المستفادة الأخرى نقلات مراسلة تلفزيون سوريا عن مصادر طبية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت سبعين شخصينيين في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضافت مراسلتنا أن الاحتلال الإسرائيلي قتل خمسة وأربعين شخصا في شمالي قطاع غزة وتسعة وعشرين آخرين من جراء القصف على منازل وخيام للنازحين في مناطق متعددة من بينها بيت لاهية ودير البلح وخان يونس تنضمنا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من مشفى شهداء الأقصى بغزة ما جديد الساعات الأخيرة هناك من القطاع شروق نعم وجيه القصف الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة على كل المحافظات في القطاع أبدأ من المحافظة الوسطى وأيضا المحافظة الجنوبية التي ركز الجيش الإسرائيلي في استهدافاته على خيام النازحين في هذه المحافظات حيث قام باستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة شرق مدينة خان يونس وهو ما أدى إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين وأيضا استهداف خيمتين في وسط القطاع في مدينة دير البلح أدى إلى استشهاد أيضا فلسطينيين وكذلك في بلدة الزوايدة وسط القطاع استشهد في هذه الخيمة عائلة بأكملها ومن بينهم طفلين أربعة أشخاص بينهم طفلين بحسب المصادر الطبية وأكبرهم يبلغ من العمر سبعة سنوات كذلك كان على مدار الساعات الماضية سلسلة من الغارات تحديدا من سلاح الجو الإسرائيلي على مدينة غزة وكذلك المحافظة الشمالية لقطاع غزة في مدينة غزة كان هناك استهداف لمنزل في حي التفاح واستشهد عدد من الفلسطينيين وكذلك نقل عدد من الجرحة إلى المستشفيات في مدينة غزة كذلك القصف المدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرق المدينة بين الحين والآخر هذه المنطقة وهذا الحي يشهد قصفا مدفعيا ويستهدف المنازل التي تبقت في تلك المنطقة في مناطق شمال القطاع تدخل العملية العسكرية البرية في شهرها الثاني في هذه المناطق وقوات الاحتلال تستمر باستهداف منازل ومباني للمواطنين وارتكاب المجازر في مساء الأمس كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة الرضيع واستشهد نحو عشرين فلسطينيا من جراء هذه الغارة التي استهدفت هذا المنزل في بيت لاهية شمال القطاع وهو كان يؤوي عدد من الفلسطينيين وكذلك كان هناك استهداف لمنزل آخر في ذات المنطقة وأدى إلى استشهاد تسعة من الفلسطينيين والأهالي عملوا على نقل عدد من الجرحة إلى المستشفيات بشكل تطوعي شروق هناك معلومات عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطاري عبد الشلال الأطفال في غزة مع استثناء منطقة الشمال لو تحدثين عن ذلك نعم حملة التطعيم ضد فيروس شلال الأطفال انطلقت في مدينة غزة قبل أيام قليلة وتستهدف الأطفال ما دون سن العاشرة وحتى هذه الحملة جاءت بالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية واليونسف ووزارة الصحة في قطاع غزة لحماية الأطفال من فيروس شلال الأطفال وهي بمثابة الجرعة الثانية للأطفال لكن في مناطق شمال القطاع الاحتلال الإسرائيلي يعيق هذه الحملة وهناك أطفال كثر في تلك المناطق يحرمهم الاحتلال الإسرائيلي من الجرعة الثانية في المرحلة الأولى التي انطلقت قبل أشهر قليلة استفاد من هذه الحملة نحو 600 ألف طفل في كل المحافظات في قطاع غزة وبحسب المنظمات الرسمية تحدثت عن نجاح المرحلة الأولى لكن عندما بدأت المرحلة الثانية واستهدفت مدينة غزة والشمال الاحتلال الإسرائيلي أعاق استمرار هذه الحملة في مناطق شمال القطاع خصوصا بأنها تشهد عملية عسكرية شكرا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من مشفى شهداء الأقصى بغزة قتل مدني فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة أكدت مصادر محلية بأن المواطن هاني بن عودة قتل بعد محاصرته في منزل ببلدة طمون واستهدافه بقذائف إنيرجا أضافت المصادر بأنه تستمر الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من الفصائل الفلسطينية في بلدة قياطية جنوب مدينة جينين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدات وقراب الضفة الغربية وتدهم منازل فيها أضافت الوكالة أن الاقتحامات تركزت في بلدة قفين كما تعرض شمالي مدينة طول كرم إلى الاقتحام حيث جابت مركبات الجيش الإسرائيلي شوارع البلدة وحاراتها وسط تحليق لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض فادت الوكالة بأن سلسلة الاقتحامات طالت أيضا جنوب مدينة نابلس وبلدات وقرى طمون والجلزون وبدرس والرام والعزرية وأبوديس أحرق مستوطنون إسرائيليون سبع عشرة سيارة لمدنيين فلسطينيين بعد اقتحامهم الضفة الغربية ليلا وفق ما قال الدفاع المدني الفلسطيني سمعت في حركة يعني طليت من الشباك الكيت عدة أشخاص تكريبا عددهم بين عشرة إلى أثناش ومعاهم مادة زي بديروها على السيارات ونار صحيح نفلت فيهم صوت ضلهم هاربين بعد هنزلت فيه عندنا طفيات حاولنا أنه ينطفي بس ما قدرنا للي عندنا جبناهم مستوطن الجبل الطويل هذا المستوطن لمحكمة الإغلاق وأيضا محكمة بالإجراءات الأمنية كيف يتم فتح هذه البوابة وتسهيل مرور المستوطنين لاقتحام مناطق فيها مواطنين وحرق هذه المركبات وتسبب بهذا الضرر الكبير الذي وصل إلى 17 مركبي بالإضافة إلى ترويع ألاف المواطنين والأطفال والنساء مشاهدينا نلقاكم على رأس الساعة في تغطية إخبارية إلى حين ذلك نتابع معكم هذه الصور المباشرة من بيروت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة